ملخص اختبار فحص ضغط الوقود يكون مجرد فتح السويتش المفروض يصعد عندنا الضغط الى فد نسبة معينة حسب كل سيارة تختلف قلنا هي تقريبا من 3 بار الى 5 بار هذا التقريبي تشغيل السيارة المفروض لا يغير او لا يزيد هذا الضغط بنسبة شبيرة ممكن زايدة نسبة 5% 10% بالزايد لكن المفروض يبقى بنفس المستوى ويفتحة السويتش ارتفاع الار بي ام المستقر مثلا اذا على 2000 ار بي ام وهي مستقرة المفروض لا يغير الضغط بنسبة شبيرة الضغط المفاجئ على دواسة البنزين او الوصول الى ار بي ام جدا عالي لحظيا ممكن يزيد الضغط ويرجع بنفس اللحظة تكون مجرد نبضة والفراجع او الفيول براشر ريجوليتر ينفحص عن طريق سحب صوندت او هوز الفاكيوم فاذا سحبناها ويصعد الضغط يعني هذا سليم اما اذا ما تغير اي شي او طلع عندنا بنزين من نقطة اتصال الفاكيوم هذا دليل على انه الفيول براشر او ويلف الراجع بي خلل وبي مشكلة ولازم يتبدل اخر اختبار عندنا هو المحافظة على الضغط بعد ما تطف السيارة المفروض الضغط يبقى على نفس المستوى او اقل بخمسة او عشرة بالمية لمدة ساعة على الاقل اما اذا صار عندك هبوط مفاجئ وسريع بالضغط بعد ما تطف السيارة هذا دليل على واحدة من ثلاث شغلات واحد التشيك فالف ما للي فيول بم بي مشكلة فما دا يلزم ضغط واللي هو يكون شون الخرزة او الصجمة داخل الفيول بم اثنيا عندك احد النوزلات يكون يسيل بحيث يبقى مفتوح او الشغلة الاخيرة عندك الفيول براشر ريجوليتر خربان بحيث دا يرجع رأسا للتانكي وهذا كان كل اللي عندي وشكرا فيما الله